اشتركوا في القناة برئاسة سعدة السيد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الدورة الحالية وحضر الاجتماع سعدة السيد سمير بن عبداللناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة اصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القطاع الخاص يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية متطلعا إلى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي قطاع الخاص الخليجي لا دور كبير في التوصل إلى تكاملنا الاقتصادي الخليجي المنشود اللي أكدوا عليه قادتنا حفظهم الله ورعاهم هذا هدفنا الأسمة تكاملنا الاقتصادي سوقنا الخليجي المشترك اتحادنا الجمركي جميع هذه الأهداف المستقبلية لتحقيق التكامل الاقتصادي يجب أن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور مهم فيها دور استشاري ودور تنفيذي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية القطاع الخاص وتأتي حرص الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على التواجد وحضور فعاليات اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية لكافة أنشطتهم وندعمها وننسق معاهم ونستمع منهم ونعد الفرق المشتركة لحلحلة كافة المسائل التي قد تحول دون تكاملنا الاقتصادي